ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من ريف درعا مراسلنا محمد الحوراني مرحبا بك محمد معنا ما هي أجواء الهدنة في يومها الثاني في الجنوب السوري هل من خروقات هل من أي تجاوزات في المناطق الجنوبية من سوريا في درعا وريفها والسويداء وباقي المناطق هنا يضرع نعم أحمد أهلا بك تدخل الهدنة اليوم الثاني على التوالي في جنوب غرب السوريا ولا سيما في محافظة درعا لم تسجل اليوم أي خروقات لقوات النظام سوى قصف بعض القذائف الهامر على أحياء درعا البلد وسقوط استوانتين غاز متفجرة محلية الصنع من قبل قوات النظام على أحياء درعا البلد على عكس ما جرى الأمس كان هناك عدة مناطق تعرضت للقصف من قبل قوات الأسد ولا سيما كما ذكرنا الأمس في ريف درعا الشرقي وكانت هناك محاولة أيضا لقوات النظام الأمس في التقدم على أحدى الجبهات في ريف القنيطرة وأيضا تمكنت قوات الأسد الأمس أيضا من التقدم إلى عدة قرى وبلدات شرقي محافظة السوداء الجدير بالذكر أحمد أن اليوم محافظة درعا كانت هادئة جدا هناك هدوء كبير على عدد من الجبهات التي كانت مشتعلة في الأيام الماضية ولا سيما هنا أذكر حي المنشية الذي كان يشهد معارك طاحنة طيلة الأشهر الثلاث الماضية وأيضا مدينة البعث في ريف محافظة القنيطرة التي كانت أيضا تشهد معارك طاحنة اليوم كل هذه الجبهات هي هادئة بشكل نسبي دون أي تسجيل خروقات من أي طرف يذكر في محافظة درعا والقنيطرة الجدير بالذكر أحمد أيضا أن هناك حركة في الأسواق هناك حركة من المدنيين هناك قبول لدى المدنيين لهذه الهدنة المواطنين في محافظة درعا يأملون أن تستمر هذه الهدنة كي يعيشوا بأمن واستقرار فسبع سنوات من الحرب قد أنهكت الجميع في جنوب سوريا أيضا هناك المدنيين يرغبون يعني فرقت الحياة هناك خروقات اليوم بينما قبل الهدنة وما بين الهدنة نتحدث على مستوى المدنيين والحياة العامة صحيح؟ صحيح أحمد فالمدنيين اليوم يعيشون عيشة نوعا ما آمنة على عكس الأيام الماضية فقد كانت الطائرات لا تفارغ سماء درعا في اليوم ماضية كانت البراميل المتفجرة ولا سيمة براميل النابالم الحارق أيضا كانت لا تفارغ سماء محافظة درعا وهنا أتحدث بالتحديد عن 35 ألف مهجر كانوا مهجرين من درعا البلد اليوم يحاولون العودة إلى منازلهم لترميمها وأن يعودوا إليها إذا استمرت هذه الهدنة الجريب الذكر أحمد أن هذه الهدنة على غير المعتاد من الهدن السابقة فالهدن السابقة كانت هشة نوعا ما منذ بدايتها بينما هذه الهدنة ربما تستمر وربما تكون مستمرة حتى تهدئة الوضع في جنوب سوريا وهناك ترحيب كبير من قبل المدنيين كما ذكرت لك ولا سيمة في رفي درعا الغربي وريف درعا الشرقي وأيضا في أحياء درعا البلد هذه الهدنة حتى الآن من طرف المعارضة والفصائل الموجودة في الجنوب السوري حراني غير ملزمة حتى الآن لا يوجد اتفاق مباشر بينهم وبين الطرف الآخر النظام والميليشيات الموالية له في حال استمرت على هذا النحو هل من الممكن وفق لقائك بالقادة العسكريين أن تتحول بالفعل إلى هدنة مثبتة موثقة الأطراف برعاية دولية سواء من روسيا سواء من الأردن أو من كل من الأطراف التي ترعى هذه الهدنة في الجنوب السوري ما الأصداء لديك عند لقائك ببعض القادة العسكريين في هذه النقطة تحديدا نعم أحمد المعارضة هنا ولا سيمة فصائل الجبهة الجنوبية المعترف عليها دوليا تقول لنا أنها ستلتزم بهذه الهدنة إذا التزم النظام وهي لحد هذه اللحظة غير معلنة على بنود الاتفاق المعارضة قالت سابقا أنها إذا تم سحب الميليشيات الإيرانية والميليشيات الشيعية من جنوب غربي سوريا إلى مناطق أخرى ربما تكون المعارضة على طاولة الحوار مع الجهة الأخرى ولكن المعارضة حتى هذه اللحظة لم تعلم ما هي بنود الاتفاق هي ملتزمة بالهدنة في حال النظام ملتزم هي في موقع الدفاع وليس في موقع الهجوم المعارضة اليوم تقول أيضا إذا النظام حاول استقطاب تعزيزات عسكرية إلى الجبهات ولا سيما هنا في درع البلد وفي درع المحطة وفي بلد تنعيمة وفي منطقة خربة غزالة ستقوم المعارضة بالرد على هذه التعزيزات الجبهة الجنوبية بشكل عام أحمد هي جبهة تطلب الاستقرار تود أن تنقل المدنيين من حالة الحرب إلى حالة السلم وهم ملتزمين بالهدنة إذا التزم الطرف الآخر بها واضح ملتزمين ما زال النظام مادم النظام لا يخرق هذه الهدنة ولكن في نفس الوقت مستعدين يعني على أهبة الاستعداد للدفاع عن مناطقهم وعن الأهالي الموجودين هناك شكرا جزيزين صحيح يا أحمد نعم شكرا محمد حراني مراسلنا من درع متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من ريف درع شكرا